أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تبدل جهودا كبيرة خلال المرحلات الحالية لتنفيذ المخطط المتكاملة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماع لمدبولي مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة للمرحلتين الأولى والثانية وشدد مدبولي على أن هناك توجهات رئاسية بمواصلات الجهود لتفعيل هذه المنظومة وذلك لما لها من أهمية قصوات لها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين والحد من معدلات التلوثة فضلا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات وتوفير فرص عمل جديدة